أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى حلقة مبارح الحقيقة والنقاش الطويل الكبير اللي كانت مع الأصدقاء محمود شوقي عبد الحكيم أبو عالم عن موضوع دوري القسم الثاني عملت ردود أفعال واسعة جداً نحن ناس كتيرة جداً كلمتني في هذا الأمر على فكرة كل أحد كان بيقول رأيه وما كانش فيه أي حاجة تدعو لل لكن عدد كبير جداً من الأندية العشرين في دوري القسم الثاني معترضين وحقهم الحقيقة على نظام الصعود وشكل المسابقة في الموسم الجديد وهنا بقى تحديداً أزمة جديدة لاتحاد كرة القاتل حصل اجتماع للأندية المشاركة في دوري القسم الثاني النهاردة وتناقشوا فيه شكل المسابقة والأندية دي شايفة يعني بيني وبينكو كلام منطقي كلام منطقي وطبيعي جداً شايفة أن ما ينفعش تقول اتنين بس يصعدوا والثالث يصعد من تحت زي ما قلتلكم كده حكم من الدرجة الثالثة ولا ربعة الأقل فنيا يعني يجي يحكم في الدوري الممتاز طب خليني أقوله كل مفاجأة أن اتحاد كرة القدم بيفكر يخلي المسابقة دي من دور واحد يعني يعملوا زي نظام الدوري البلجيكي أو اليوناني أن العشر أوائل العشر أوائل بعد الدور الأول يلعبوا مع بعض في البلاي أوف وأول وثاني يصعدوا مباشرة للممتاز والثالث يلاعب أوائل مجموعات القسم الثالث دورة ربعية للصعود والعشر اللي تحت يلعبوا على الهبوط ويهبط ستة أنديه أنديه دي القسم الثاني ناس بتطلب حقها عايزة دوري من دورين وصعود الثلاثة الأوائل وهبطوا الثلاثة اللي في الآخر شكرا شكل مسابقة طبيعي لكن إيه اللفة وأصلاح هنعملوا هنخليوا هنساوي بعدين أنديه القسم الثاني مش هتوقفوا في أي حاجة هيفضلوا يلعبوا على طول فما عندهمش يعني ممكن يخلصوا بدري أو مش ممكن ده أكيد حيخلصوا قبل وبعدين زي ما قلت مبارح أنا فرقة بحارب مع عشرين فرقة مع تسعتاشر فرقة غيري في دوري المحترفين والتسعتاشر فرقة كلهم فرقة أسماء كبيرة جدا وقوية جدا غير الدوري الدرجة الدوري المحترفين المستوى الفني فيه غير المستوى الفني في الدرجة الأدنى فنفسي حد من مسؤولي اتحاد كرة القدم يطلع وبشكل مباشر يشرح للأندية وللرأي العام نظام المسابقات في القسم الثاني والثالث الموسم القدم حيبقى عامل ازاي نفسي يعني أنا نفسي دلوقتي يا عمر أقولي عمر يا عمر كلم لنا لحد من أعضاء مجلس دورة الاتحاد يطلع يقول لنا مثلا يا جماعة كل واحد بيقول كلامتك يختلف عن الآخر ده عمر بيقولي خصوصا في نظام الصعود والهبوط هي ايه المشكلة لما نعود كالتحاد كرة ونتفق ونطلع نقول نبلغ الرأي العام أو ننور الرأي العام ونقول لهم يا جماعة شكل العام السنة الجاية حيبقاها كذا وكذا وكذا ونتناقش يبقى فيه حوار مجتمعي أو حوار مع الأندية اللي النهاردة شافت ان تلت فرق يصعدوا وتلت فرق يهبطوا وخلاص ده الطبيعي يعني الناس ما بتعملش بتخترعش الزرة يعني فدلوقتي الخناعة دي شكلها هتستمر شوية وانا الحقيقة مش عارف هتخلص على ايه ما عنديش فكرة هل هتخلص اتحاد كرة القدم حيجبر الأندية يعملوا اللي هم عايزينه يعملوا اللي هو عايزه ولا الأندية هتجبر اتحاد كرة أو بلاش اجبار بلاش كلمة اجبار لانها كلمة كبيرة جدا لكن هل هيتفقوا على حاجة خلي بالحضرتك الخناعة اللي أنا بتكلم فيها دي بقالي أسبوع أو أكتر أنا وغيري وده كله على شكل مسابقة وليس على شيء آخر حاجة ما ينفعش ان يبقى فيها خناعة أصلا منشوف والموضوع مكمل شوية اتمنى انه هو ينتهي ونشوف هينتهي لصالح ايه اتمنى ان يكون لصالح كرة القدم المصرية